من الناحية العلمية هو الشاي ينقع بالماء يصب عليه ماء ساخن مغلى ثم يترك حتى ينقع ويستخرج منه هذه المواد الدابغة التي نشوفها حمراء وكل ما عرضناها الضوء هذه المواد تصبح حمراء وداكنة إلى أن تصبحها داكنة لأنها تتأكسد تحت أشعة الشمس أو الضوء أي ضوء وما تتأكسد تصبح بهذا اللون داكن لون أحمر داكن هذه بوليفينولات موجودة في الشاي وموجودة في نباتات أخرى زيتون مثلا لما نقطعه كذلك يسود التفاح لما نقطعه يحمر البلوط كذلك البلوط لما نغليه في الماء السود يسود الخرشوف لما نقطع السود هذه المواد الدابغة هي التي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في صورة النحل وما درأ لكم في الضرد مختلفا ألوانه أن في ذلك لا يتلقى من الذكرون هذا اللون الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اللون لأن خاصية المضادات للأكسد التي تحبي السرطان على الجسم خاصيات هذه المواد الدابغة هي خاصية أنها تتلون أنها تغير لونها مع الضوء وهي ملونة هي أصلا ملونة البوليفينولات يصل في الشاي من 20 إلى 30 والشاي الأخضر فيه كاتيشين أكثر من الشاي الأسود هنا الناس اللي يشوفوا الشاي الأسود يكون داكن يقولوا بأنه هو مركز لا ليس مركز أكثر إنما نعم مواد دابغة حمض الطانيك والقاليك نعم كانين في الشاي الأسود ولكن الكاتيشينات هم موجودين بتركيز 20% في الشاي الأسود وكيوصلوا حتى 25% في الشاي الأخضر معنى أن الشاي الأخضر اللي يشربه المغاربة هو الشاي أحسن من الشاي الأسود اللي يشرب في أوروبا على خصوص نعم مغاربة مكيبغوش شيء أسود يعني مغاربة كانوا دائما أذكية يعني نفس الشيء هو في تونس والجزائر والمغرب يمكن وقيل إحنا الوحيدين والدكتور إلا اسم حسين قطعك كنضيفه النعناع وكنضيفه لك شيء نعم ولكن هي نفس الطريقة مغاربية نعم مغاربية لا مغاربية مغاربية تونس والجزائر والمغرب هي منطقة واحدة وهم تقريبا عدم نفس الطاقات ونفس الطاقات أنا كنعرف ناس من الجزائر كيقولوا لي يعني الشاي الموناء نعدي لكم مكينش بحال نعم وأول بلد في تهيئ الشاي والمغرب لماذا؟ لأن أول بلد صنع البراد البراد لا يوجد إلا في المغرب هذه بالشكل اللي احنا كان عارفوه هذا البراد حتى ذيك اللي يفرغ منها يصب منها الشاي هي مدورة وتتساوى مع البلاصة اللي كنهزوه منها اللي كنسميه احنا لنيفو مانومتريك ونيفو كونستان عزيز يعني وهذا ناس أذكية الناس يعني إذا كان دائما يبتكرون أشياء لأن الحاجة تدعو إلى الاختراح فمغربة كان نخصم بشي حاجة الشاي مميزة فصنعوا البراد تتفنوا يعني رتفننوا فيه نعم رتفننوا فيه كان على أشكال ولكن والشكل المعروف والمعهود نعم يعني غير مثلا في الزخرفة وفي المعدين نعم في النقش ديالوه في المعدين الكاتيشيناتthere28-13 فالبوليفينولات ثم فيه 320 فوسفور 320 ملي جرام فوسفور. عجيبب هذا الفوسفور هي مهم جدا فيه تقريبا 17 ميلي جرام ونص حتى 18 حديد وفيه 2000 ميلي جرام بوتاسيوم لذلك هو مذير للبول شرف الله بطر السامعين والديوريتك مذير للبول والشاي الناس من اللي يشربوا الشاي الحقيقي يعني الوراق ديال الشاي مباشرة هكذا من الشجرة أنهم يعني كيلاحظوا على أن ذيك الفوليم ذاك الكمية الحجم ديال البول في اليوم كيكون على أقصى ففيه تقريبا 900 واحدة الفيتامين آ غني بالفيتامين آ ولذلك يدخل في دائحة المواد الحافظة للسرطان لأن فيه مضادات للأكسادات تجتمع مع فيتامين آ وفيه ثلاثة فيتامينات بي بي واحد وبي اثنين وفيه نياسين هالثلاثة مع حمد القليك هات الكاتيشينات اللي موجودين في الشاي هما كي ينفع المرأة أكتر ما كي ينفع الرجال يعني عجيب هذه معلومة جديدة وعلي كما أقول نحن نتكلم بعلم الكاتيشينات هي على الشكلين على الشكل تيفلافين تيفلافين ولا تيريبيجين هادو بجوج كاتيشينات موجودين في الشاي ولماذا كي ينفع النساء لأن هذا كي يضبط الهرمونات عند النساء وكي يكبح العامل لكي اعطيه سرطان العوامل الداخلية دوكلي ماركر العوامل الداخلية لكي تأدي إلى أن السرطان هو مفاعلة بيولوجيا طبعا كي ينتأكس دات داخلية لكي تأدي في الأخير بالخلية أن تفقد توازنها برمجتها ثم تصبح هكذا تتكاتر حمدا من الله سبحانه وتعالى أن السرطان ولو يتكاتر بدون أن يتوقف ولكن ليس بسرعة كبيرة جدا إلا إذا كانت هناك محفزات السرطان هاد مسبب السرطان فكيكون تكاتر بسرعة أما هناك سرطانات لا تتكاتر إلا بعد عشر وخمسة عشر سنة هناك سرطانات الآن أصبحت تتكاتر بعد شهرين وثلاثة أشهر مع الأسف الشديد أن الآن تعرض الإنسان للمسرطنات والمواد المحفزة لتكون السرطان وأصبح لائحة الآن تطول وتطول هذا الشاي لماذا أقول بالنسبة للنساء لأنه يضبط الهرمونات بالنساء ثم أنه كيزين البشرة لأنك نشوف أن الهند هي أول بلد مستهلك للشاي لأن عدد السايلان السايلاني المنطقة الأكبر منطقة منتجة للشاي إلى الصين كذلك ولكن الهند يستهلكون الشاي صباحا مساء وعندهم هذا اللون الهندي هذا اللون الداكن ولون الشاي لاحظوا كذلك على أن الناس كتروا من شرب الشاي كتروا لعدهم أحد البشرة داكنة شوية كنسموها ملحة بالتعبير المغربي وهذه الكاتيشينات مع الفيتامين أ هم اللي يخلوه الشاي يصنف مع الأشياء التي تحبس سرطان هناك إشاءة كاذبة أنا أقول كاذبة ولا أساس علمية لها وهي تقال مع الأسف الشديد لا زال من يحلم بالأطلال ديال الأشياء التي تقرأت في السبعينات كن الأشياء لا يواكبون البحث العلمي ولا يدخلون للشبكة العنكبوتي ومع الأسف الشديد أنا سمعت غير ما مرة على أبواق الإذاعات المغربية أن هناك من ينصح بعدم شرب الشاي بعد الأكل وهذا خطأ كبير ونحن نقول لهؤلاء بأن إما أن يمشوا يكملوا الدراسة ديالهم ليس عيب ليس عيب أنا لا أستحيي من أحد أنا لا أستحيي من أحد لأن هذه إذاعة الحق إذاعة محمد السادس إذاعة لا تحتمل الباطل وأنا أقول لهذه الناس التي أعطوه نصائح هكذا أولا بأن يتقي الله ثانيا بأن ليس عيب ليس شخص يكمل دراسة ديالهم ليس عيب نحن نقشنا شهادة الدكتورة ما عمرنا توقفنا الدراسة إلى حد الآن لا نتوقف عن الدراسة ليس لنهار طبعا وكان قضيه أكثر من خمسة سواء غير في قراءة ما نشير هذه الأكدوبة اللي نقوله الناس تقوا الله لأن ليس عيلم لماذا أقول تقوا الله لأن إذاعة محادثة ثالثة عند طابع ديني نحن لا نتكلم بالقانون نحن نتكلم بتقوى الله سبحانه وتعالى من يقول للناس لا يشرب الشاي بعد الأكل فإن إنسان جاهل أنا أقول إنسان جاهل ولا علم له وأنا قلت يعني غير ما مرة وصرعت نحن مستعدون لأي حوار علمي هل يقول لك ما تشربش يعني هاتين لا تأتكمل ساعتين هذه المقولة ما قالوهاش لم تأتي من الطب أبدا لم تأتي من الطب هي أتت من الأبحاث العلمية في كليات العلوم كان وحد الشخص يعني طيحنا في الكيمياء نعلم أن حمض الطانيك كي يتفاعل مع الأيونات التنائية الأيونات التنائية بيفالو معنا الحديد والمانيزيوم والكالسيوم والمونغانيز هذا كلهم كيتفاعل معهم حمض الطانيك حمض الطانيك عند اتنين تقبط هذه الأيونات التنائية وهذا الحمض الطانيك لضفنا لي حديد في المختبر يعني فقصت يعني نتالي كنسميه ميليو إيديال طبعا سيتفاعل لكن الحديد الموجود في التغذية هو حديد عضوي كنسميه فيرناتيف حديد عضوي وأن الشاي فيه 17 ديال الحديد هو نفسه فيه 17 لمن أرد أن العلم أرد أن يكمل دراسته هو يحتوي على 17.1 ميلي جرام حديد الشاي فهذا الكمية الكاتيشينات والحمض الطانيك القاليك البوليفينولات يعني ما غادينش يأخذوا واحدة الكمية كبيرة للحديد ما الأكل هذا باطل أنا أقول هذا باطل فلما رأوا بأن حمض الطانيك يتفاعل من الحديد قالوا يجب أن لا هو النصيح لمن أراد أن يتطلع عليها أن يطلع عليها في الشبكة العنكبوتية أنا أقول له كيف هي منشورة الآن مكتوبة بالأنجليزية هكذا يعني أن الناس يقولون بأن يجب إذا أخذت أقرص الحديد يستحسن أن لا تشرب الشاي إلا بعد ساعة هكذا البحث العلمي منشور في الشبكة العنكبوتية هذا صحيح في حالة إذا أخذ الناس أقرص الحديد نحن لا نتكلم عن نحن نتكلم عن التغذية أما فيما يخص التغذية فأنا أقول لهؤلاء الذين يقولون هذه النصائح بأن الناس في البادية يعملون في الحقول من الصباح إلى المساء بقطعة خبز مع هشاي مع هشاي وليس عندهم فقر الدام وليس عندهم هشاشة العظام هذا استقراء واقعي لا ينكره أحد الآن في البادية الناس يأكل غير الخوة معها شاي معها شاي حتى ولو كان هذاك الناس يأخذوا الحديد هذا بمعنى أولا علميا أن الجسم لا يحتاج حديد بكثرة أن الحديد الموجود في النشويات كافي للجسم ثانيا أن الأنمية ليست من نقص الحديد في الطبيعة وقد قلناها مرات ومرات وبينا للناس أن الحديد نقص في الامتصاص لأن هناك كابيحات هذه الكابيحات تخليش المصران هذا الغلط يعني القاولون يعني نعم هي تتبت وتكبح الامتصاص على مستوى هذه الخلايا هذه القاولون ومليش الحديد فقط لا يمتص الحديد والمانغانيز والمانيزيوم والحديد والكالسيوم بمعنى أن الناس لما تكون الآن في المجتمع كين أنيميا الحديد وكين هششة العظام وكين توتر عصدي لماذا؟ لأن المانيزيوم والكالسيوم والحديد هم يمتص على مستوى القاولون بنفس الطريقة وبذلك هذه المقولة يجب أن نتجنبها ويجب أن نكون إن شاء الله هذه آخر مرة نقول للناس بأن شرب الشاي هو إيجابي وليس سيلبي لأنه يدخل في الخمس أشياء التي تحبس السرطان على الجسم معنى هذه الخمس يدخل فيها الشاي والشعير وزيت الزيتون والكركوم والثوم هذه الخمسة الآن يجب على المصابين بالسرطان أن يكتلوا منها لماذا هذه اللائحة؟ لأنها لائحة كلها فيها مضادة للأكسدة وعلى رأسهم على رأسهم الثوم والشاي الثوم فيه والأليسين والشاي فيه هذه الكاتيشينات وفيه كذلك البوليفونات فيه حشوية حمد القاليك وفيه فيتامين A وفيتامين A هي مضادة للأكسدة معروف جدا لما يكون بوتاسيوم مرتفع في شراب ولما الجسم يتخلص من الماء يكون توازن ماء داخل الجسم يكن سميه هذه الواتر بالانس داخل في الجسم فلا يكون أمراض مثل ارتفاع الضغط ولا يكون أمراض القلب الشرايين المكونات فيتامين A فوسفور حديد حمد القاليك فيتامين B واحد اثنين ونياسين ثم فيه بوليفينولات وفيه فوسفور 320 ميلي جرام فوسفور هذا ليس يعني ولذلك يشوفوا الناس أن من اللي يشربوا أتي أن حتى الأعصاب دينهم كدهداء لذلك لأنهم أخذوا فوسفور لأنهم أخذوا فوسفور نعم لأنهم أخذوا فوسفور وحتى المضادات للأكسدة هي من الأشياء اللي كتضبط الأعصاب المضادات للأكساكات كتضبط الأعصاب إذا كان الناس مضمنين عن الشاي إذا لم يشربوا شاي فيكون لهم توتر عصبي وحن مثلا يجي من الحمام يقول لك شرب آتي نعم يشرب العطش نعم يزيل العطش لأن الماء صخون نعم والماء صخون كي يحييض العطش كثير من يزو كثير من الماء البارد والماء البارد أولا ما يقدرون تشربو الناس كمية كبيرة أن المسخ تقدرون تشربوه كمية كبيرة أن الشاي هو يعني كي يخليك تشرب أكتر من اللي كي يشرب الماء لا بتجربة زعمالي بتجربة كي يشرب كأس دي الماء ما يقدرش يزيد ولكن الشاي يقدر يشربه معات الكؤوس كي يشرب براد نعم يشرب حتى اثنين صحتو وأنا أقول بأن نسبة هائلة في البادية ما عندهمش أمراد دكتور إيمان مزاحيم مخريجة البرنامج قد تشرب براد نعم جيد في الصحراء المغربية في مدينة العيون وبوشدور والداخلة هذو علي أن يشربون عدم تي جيد عدم شاي جيد أولا عدم نوع اللي كيشربوه في الجنوب مشي والنوع اللي كنشربوه احنا عدم شاي جيد بحكم المستهلك هم كيطلبوا وحد الجودة دي وحد الشاي في شكل كيشربوه هذيك وحد الصندوق فيه شوش كيلو كيشربوها هكذا احنا عدنا التعليب ديال 150 جرام ديال 400 جرام هكذا هما عندهم النوع ديالشاي وشاي أخضر والطريقة اللي كيحضروه بها هذو سكان صحراء هي طريقة صائبة طريقة جيدة لأنها تيخليوه يعني تيغفلو عليه وحد وقت باش يستخرج هذيك الكاتيشينات وهذيك البوليفينولات يعني كنظن ما غاديش نستقبلو المكالمات فهذه الحلقة نظرا لعطاب تيخني خارج عنا إرادتنا ولكن إلا تصلاح يمكن تستقبلوش جوج أو ثلاثة المكالمات كنعتدروا للمستمعين خير أنا كنت عارف الأسئلة اللي غادي تطرح مسبقا للسؤال اللي غادي جي واشنشربو أتي منهر المكلاء ولا منشربوش وكال اللي تيقولك بأنه حيض الحديد هذا السؤال هو يقتل الحديد ولا يقتل الحديد ولا يمتصر الحديد ولا ينقصه من الحديد ولا يدره أصعام نعم هذه هي النصيحة الآن لكنا في أمريكا الأشخاص اللي كيتناولوا أقراص الحديد هما اللي ما نخصوا مش يشربوا أتي مباشرة غير مباشرة فقط غير مباشرة مباشرة بشيروز هذك الحديد من معي لكاين لتابت الآن في البحث العلمي هو أننا كان عرفوا أن الكاتيشينات لا شكوا قلت مزياني للنساء لأنه مجيدي للنساء لأن الجسم للمرأة هو جسم في هورمونات أكتر من الرجل المرأة فيتر رجل هورمونات ومن الأشياء اللي كتسوي هذا الهورمونات الكاتيشينات وإلى تسوات الهورمونات عند المرأة كيقع واحد الكبح على مستوى الأونتيرولاكتون في تادي في الخلايا التادي من اللي كتكبح هذا الأونتيرولاكتون بالعكس يتحفز ومادة الأونتيرولاكتون تجي من اللينيانات لفيتوستروجين وهذه اللي جنانات كينين في النشويات يعني إذا تبعوا المستمعين الكرام زيان غذي يفهمه جيد اللي جنانات هذه فيتوستروجينات اسمية للينيان هما ألياف كينين في النشويات كينين في الشعير في الخرطان في النخالة القمح كينين حتى في الخضار كين في بعض الأشياء الأخرى حتى في الحبوب مثل السمسين ومثل حبوب الكتان ومثل الحب رشاد هذه اللينيانات كيتحولوا الى أنتيرولاكتون على مستوى تدي الأنتيرولاكتون هو اللي كيحبس سرطان تدي ما كيخليش سرطان تدي تكون الى ضعفة عليه الكاتيشينات ما اللي كيضافوا الكاتيشينات يعني كييولي أرمونو تيرابي علاش لان الفيتوستروجينات أنا كلم بعد النساء ما كيعملوش لهم عملية كيعتهم غير أرمونو تيرابي علاش لانا كيكون عندهم ذلك ريسبتر كيكون عندهم تدي ديالهم عندهم قابلية كيكون بوزيتيف كيكون قابلية كيعتهم لورمونو تيرابي سوف يجيب الله تيسير هنا طبيعيا طبيعيا من اللي كياخدوا النساء النشويات بكثرة وكياخدوا معهم شاي يعني كيجتمعوا الكاتيشينات مع اللينيانات بمعنى كيبلي أعالى المدى الطويل يعني مش الناس غدي سمعونا غدي بقوا يخذوا النخالة وشاي غير في الأكل ديالهم في النظام الغذائي ديالهم ولذلك الناس كلهم كي تساءلوا علاش مكانش سرطان تدي في البادية البادية مكيكلوش لحوم بكثرة النساء في البادية وخاء عندهم البقار وكيحلبوه النساء في البادية مكيستهلكوش لحليب منتجات الحليب قليل لي كتاخد شوية لبن كيستهلكوش لحليب لانا كيقهمهم هكذا النساء كيماعكي يكونوا يحلبوكي يكونوا يمخضوه هذه ظاهرة المهم على الأقل عندنا احنا في الشاوية في المنطقة الشاوية وقسبت لهذا وذلك نساء لا يستهلك الحليب أما الآن أصبح النساء الآن بكثرة نصائح كاذبة وهذه نصائح كاذبة لأن الكالسيوم خلقه الله في كل ما خلق نعم الكالسيوم في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء بدون كالسيوم حتى الماء الذي نشر فيه كالسيوم يمكن الحليب مركز فيه نعم الكالسيوم الحديد لأنه كالسيوم لاتف لأنه فوسفوكازيندو كالسيوم على شكل عضوي والجسم يأخذ الكالسيوم على شكل عضوي بسرعة لأن الجسم لا يمتص الكالسيوم إلا بـ 23% هذا علم نحن نتكلم بأرقهم الجسم يمتص 23% من الكالسيوم الإجمالي الوجبات التي يأخذ الإنسان الآن بكثرة الأجل الوجبات الآن يقدر يوصل للشخص حتى الـ 400 جرام كالسيوم في اليوم بدون أن يشعر هذا لأنه يكترون المكلار لأنه يأكل خمسة وستكلوا الأكل في اليوم هذا خراب وضمار لأنه لو كان ثلاث عوامل لو الناس حافظوا على ثلاث عوامل نكمل بعد الجملة حول البادية النساء كان سرطان كاين نعم ولكن قليل بعض الأطيباء يقولوا بأنه لأنه ليس هناك تشخيص لأنه لا أحد يصبر على المرض ياله السيدة اللي ستحس بشيء يفتدي ذلك ستجي عن طبيب ولكن هذا غير تفسيرات جانبية ليس تفسيرات حقيقية الحقيقة الأمر على أن البادية لا يأكلوش مواد صناعية أنهم يطبخون بزيت الزيتون ولازم أتمنى يبقوا على هذا النمط العربي هذا أنهم يطبخون بزيت الزيتون أنهم لا يأكلون لحوم كل يوم أنهم يأكلون خبز يعني هذه نشويات بكثرة وزيت الزيتون والشاي المناطق التي يستهلكون فيها نشويات وزيت الزيتون وليس فيها حتى أمراض القلب والشارعين ولمشين المناطق الجبل من صفروا من البهالين ولمشين احتل دمنات هذه الأطلس ليفيه الزيتون وفيه ناس كيستهلكون كيستهلكونها شويات بكثرة ولا عندهم كثرة اللوحم وهث المنطق هذه فيها سلطة نعمة قليلة جدا وحتى أمراض القلب والشارعين قليلة في هذه المناطق هذه إلا أن المواد الصناعية الذي دخلها هذا النمط الغربي في الأكل وفي الطبخ هذا النظام كان نحافظ الناس اللي فيه الشاي للاجتمع الشاي وزيت الزيتون ونشوية تناقض اخر من الناحية العلمية ما هو هذا التناقض هو ان نعرف ان النشويات فيها حمد الفيتيك وهذا الفيتيك هو مضاد لسرطان هو داخل مع الالياف المضادة لسرطان لكن حمد الفيتيك كذلك يشد هذا الاملاح المعدنية يشد الحديد والكالسيوم وكذلك فمن قبل ما كان عدنا مشكل مع الاملاح مع حمد الفيتيك لان النساء كانوا تخمروا بالخميرة البلدية هذه الخميرة البلدية هي البحث اللي انشرناه في المجلة المنظمة الصحة العالمية حول يعني ممكن تفادي الانيميا بطرق تهيئ الطعام غير طرق لطرق تهيئ طعام في المغرب وهذا البحث أسفر عن نتيجة كبيرة وعالية نتيجة مهمة هو أن هذه الخميرة البلدية وخميرة الحنضة هي فيها البكتيريا اللبانية هذه البكتيريات اللي كتخمر على الأخميرة تقضي خبز حنض فهذا الخميرة الحنضة وهذا البكتيريا اللبنية تحل حمض الفيتيك ما الذي يتحل حمض الفيتيك أنه يحرر الحديد والماغنيزيوم والكالسيوم ولذلك ما كانش عن مشكلة الحمض الآن أصبح حمض الفيتيك لأن الخبز اللي كنتناوله احنا اللي كنتسميه تناس لكيزيده الخميرة والملح والماء ثم يعجنه هذه الطريقة مبقاش الخبز حمض بمعنى أن البكتيريا اللبنية مبقاش الدور ديها لا تبطل فظهرت أعرض على مستوى القولون لأن البكتيريا اللبنية هي لك تعطي هي لك تعود تحيي هذه الفلورا دي القولون اللي كنتسميه احنا البروبيوتيك هي تكون بريبيوتيك وبروبيوتيك يعني ما تتغدى عنه البكتيريا اللبنية يعني هو منها هاد الأشياء من ليك تكون البكتير بروبيوتيك هذا الحادث دي البروبيوتيك واللي كيحفظ الجسم من جميع الأمراض هو للاهل الباحثين كذا هنعلي اللي ينشرنا فيه احنا بحث هذا حول الصيكوك وحول الخميرة البلدية لان تلاحظوا ان الخميرة بلدية كتحمض الخبز نفس الحموضة اللي كنفى اللبن اللي كنضيفه اللبن حمض مع النشويات من اللي كنسمى وحنا في المغرب الساكو كيكون نفس المفعول للخميرة الحمضة يعني الحديد كيتحرر ما عندناش مشكل مع حمض الفيتيك اللي كيشد الحديد بالنسبة للنشويات من اللي كان الخبز في البادية بالخميرة الحمضة الان اصبح اي شيء وكترت تفاسير وكترت استقراءات وكترت اسقطات ليس استقراءات اسقطات ان انسان يشوف حادث او يقرأ شيء في الشبكة العنكبوت يقول اه لا قالوا بانك ما تشرب شاتيه هذا كذب من قال للناس ان لا يشرب الشاي بعد الاكل فانا اقول جاهل ويجب ان يطلع على البحث العلمي ويجب ان شوية يعود يدير واحد تحديث اوب ديت واحد التحديث لمعلومات دياله ماشي عيب لا بأس الشخصي مشي قرش بياه ماشي العلم ليس عيد والرسول صلى الله عليه وسلم يحث على العلم والرسول يقول طلبوا العلم ولو في الصين و لم يقول اطلبوا الفكر لا نقاش طلبوا الفكر طلبوا العلم ولو في الصين يعني العلم الكونية نطلبها نعم كانت محاولات في شمال في منطقة العليش كانت محاولات في نابة المعمورة لأن الشروط اللي كتنبت فيها شجرة الشاي هي كتنبت في الضل خس تكون شجرة أخرى عاد تغرسوش شجرة الشاي تحت منه وكيبغي ماء بكثرة يعني خس يكون تحت شجرة خس يكون ماء فتقنيات زراعة في الصين وفي الهند لا تتطلبوا أي شيء لأنه عندهم رطوبة مرتفعة وعندهم التربة ديالهم كتتحمل والله سبحانه وتعالى وزع هذه الأشياء فشجرة أرغان لا تنبت إلا في المغرب وكذلك أشجار تمر نخيل تمر لا يكون إلا في البلدان العربية ليس هناك تمر في أوروبا نعم هذه الله سبحانه وتعالى فرق هذه الأشياء ليكون هناك تواصل كما يقول الله سبحانه وتعالى أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكرين وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتعارف يفسر بالزواج يفسر بهذه الحركة ديالبشر يعني من قارة لقارة ويفسر بمعاملات تجارية ويفسر بأي شيء لتعارفوا كيفاش غدين تعرفوا نحن على الصين إذا ما استوردناش من الشيء وكيفاش مثلا هذه الدول الأوروبية مع مرة غدت تعرف تمر من المستحيل كانت غدت تعرف تمر ولكن هذا التبادل التداري وهذا الزواج وهذه الحركة والسفر وما إلى ذلك تجعل هذا يدخل فيها تكون هناك تجارة خصوص رواج تجاري الآن فأصبح منتوج الآن في أي بلد يصبح في السوق بأقصى سرعة يعني كنشوف على أن المنتوجات التي لم تخلق في المغرب هي منها الجنزين من نبتة الحياة ومن هذا الشيء ولكن المغرب كيستورد منهم الآن كميات كبيرة يعني حتى هذا التوابل بعض التوابل لا تنبت في المغرب مثل الإبزار مثل أشياء فهي تستورد يوم في الدول الإفريقية موجودة في الدول الإفريقية وموجودة كذلك في الدول آسيوية يلقى هو مثلا كينا في الدول الإفريقية في كينيا وكينا في الدول أمريكا اللاتينية بريزيل بريزيل وأكبر يعني دولة منتجة ولكن نراحب كما قلت لأن هناك إعلام وهناك سياسة غدائية عالمية يعني هذه السياسة الغدائية العالمية تتحكم في الشركات عظمى فهم يجعلون الأشخاص يأكلون بهوى هذه الشركات الشركة هي التي تملع على الشخص ماذا يأكل أنا نعطيك مثل المثل المغرب ليس بلد منتج للقهوة لا يمتج للقهوة لغشي ولكن استهلاك القهوة والشاي هو يعني يتساوى مع استهلاك القهوة والشاي في أوروبا المغرب يستهلك القهوة بنفس المستوي ولكن الشاي يفوق جميع الملدات في استهلاك الشاي أكبر دولة يعني حتى الدول الشرقية المغرب بيفوتها يفوق دول الشرقية في استهلاك الشاي لأنكم ميات كبيرة والآن السوق ديالشايジري astrology shortcuts فالقهوة الآن داخل البورسة هي الثامن ديالوكي يطلع ويهبط مع البورسة مع البترول لأن شركات عظمة متمكنة في القهوة فهي هذه الاستراتيجية لإنتاج المواد الغذائية خلات الشاي لهواصين هندي طبعا ما دخلش البرصة يعني لا يبالون به ولكن القهوة جعلت مادة أساسية حتى اجتماعيا على المستوى السوسيولوجي والاجتماعي فالقهوة أصبحت الآن في أوروبا وفي أمريكا يعني يعني المشروب الوحيد لا يمكن أن يكون شيء ولا يكون أي حدث ولا يكون أي ملف يتدرس ولا يكون أي رأي يتخاذ ولا يكون أي اجتماع بدون القهوة يعني فعندها نعم أصبحت يعني تتدخل في البنى الاجتماعية والبنى السياسية دي المجتمعات وحلت محل اللحوم أن العرب كانوا يستضيفون الناس باللحوم فالغرب يستضيف الناس بالقهوة حل هذا يستضيفون بشيء نعم فهذه الأشياء الآن كنلاحظوا على أنها بعيد من علم التغذية ليس هناك علم التغذية في استراتيجية الآلد العالمية علم التغذية ماذا خلص؟